السلام عليك يا باب عبد الله السلام عليك يا ابنى رسول الله السلام عليك يا ابنى مير المؤمنين وابنى سيدى الوصيل السلام عليك يا ابنى فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابنى ثاره والوترى الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله السلام عليك يا ابنى رسول الله لقد عظمتين وزياء وجلات وعظمتين مصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتين أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البايك ولعن الله أساس الثامن ولعن الله أمتين دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله متان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحربا لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني يوم يتقاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن ساعد ولعن الله الشمراء ولعن الله أمتان أسرجات والجماد وتنقبات لإقتالها بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من البيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيان بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمه وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراة ممن قاتل ونصب لك الحرب وبالبراة ممن أسس أساس الظلم والجول عليكم وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوري عليكم وعلى أشياءكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراة من أعدائكم والناس بينا لكم الحرب وبالبراة من أشياء علم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون لمن ولاكم وعدوا لمن أعداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام هدى ظاهرين ناطقين بالحق منكم وأسأل الله وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة أما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض الله اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تنال منك صلواته ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمده وآل محمد وممات محمده وآل محمد اللهم إن هذا يومون تبركت بي بني ميا وابن آكلة الأكبر اللعين بن النعيم على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطنين وموطفين وقف في نبي اليوم صلى الله عليه وآله اللهم العنى أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منه والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موطفي ماذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيه وآل نبيك عليه وعليه السلام ثم تقول مئة مرة مئة مرة اللهم العنى أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابعا له على ذلك اللهم العنى العصابة التي تاهدت الحسين وشائعة وبايعات وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا ثم تقول مئة مرة مئة مرة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ثم تقول اللهم خص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن الساء وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة ثم تسجد وتقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابها الحمد لله على عظيمي رزيتي اللهم ارزغني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجوم دون الحسين عليه السلام اشتركوا في القناة